برقية تعكس قيمة الاهلي ومكانة الاهلي وروعة الاهلي وحق الجمهور الاهلي ان يفخر بناديه وبرئيس نديه كابتن محمود الخطيط اللي تلقى برقية من السيد نصر الخليفي رئيس ربطة الاندية الاوروبية لكرة القدم بيدعوه لحضور جمعية عمومية لربطة الاندية الاوروبية المحترفة هيعقد في اكتوبر القادم في اثناء قال النادي الاهلي في بيان له ان كابتن محمود الخطيط تلقى دعوة من نصر الخليفي رئيس ربطة الاندية الاوروبية لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للرابطة التي تحدد لها الفترة من 8 ال 10 اكتوبر القادم في اليونان حناء الخليفي رئيس النادي الاهلي بتأهل الاهلي الى منديال الاندية 2025 في امريكا وقال في الدعوة نصر عزيزي كابتن محمود الخطيط اردت انا اتقدم بالتهانين القلبية للنادي الاهلي على انجازكم الرائع بتأهل لكأس العالم للاندية 2025 هذا الانجاز المتميز هو شهادة على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين في النادي بالنيابة عن مجلس ادارة رابطة الاندية الاوروبية يسعدني ايضا انا ادعوكم لحضور الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الاندية الاوروبية التي ستعقد في اثنى باليونان في الفترة من 8 ال 10 اكتوبر 20-24 وبيقول السيد ناصر الخليفي في برقياته نحن فخرون بان هذه الجمعية العمومية لرابطة الاندية الاوروبية ستكون الاكبر في تاريخنا وهذه مناسبة للتواصل على نطاق واسع مع مالك الاندية وكبار المديرين التنفيذيين والاطراف المعنية لمناقشة اهم الامور التي تواجه كرة القدم للاندية وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل نأمل ان تنضم الينا في اثنى جنبا الى جنب مع اكبر تجمع لاعضار رابطة الاندية الاوروبية على الاطلاق حيث ان مساهمتك القيمة ومشاركتك الفعالة ستكون مفيدة في تشكيل مستقبل كرة القدم للاندية طيب واحنا لسه محتاجين نتكلم ونقول حاجة عن المكانة الدولية للنادي الاهلي ورئيسه والانطباع الذي يحظى به النادي الاهلي ورئيسه وكابتن حسن في يام ونما يعني كان قرر من اتحاد الافريقي ولأه كان سفير اليورو في النمسا انا اقول لك يعني النهاردة لما انت رأي تحضر جمعية عمومية لاندية اوروبا بتوسع بتناقش هموم الاندية وبتناقش مستقبلها وخطاتها ثم تستدع لانك بتهنأ على كنادي انجازاتك واخرها تأهل لكأس العالم عشرين خمسة عشرين اي وبعدين بصفتك الشخصية كواحد من اهم الكوادر والشخصيات الرياضية اللي الناس بتحترمها بتحترم اراءها وتوجودها وهذا الوقار وهذه الرزانة التي يتمتع بها النادي الاهلي ورئيسه هي محل تقدير بالتأكيد كما نراه مترجم خرجنا بقى من اطار بقى النبي المهابرة والكلام اللي بيصغرنا كلنا هنا فبدل ما نشتغل كلنا عشان كلنا نروح للجانب المضيق لا عايزين اللي بموجود هناك ده يجي واحد جنبنا خلينا كلنا ننظر للنادي الاهلي كما يستحق كما يراه العالم مش كما نود ان نقدمه لانفسنا عشان نرتاح النادي الاهلي كل يوم يقدم الدليل على انه يسير بشكل جيد وانه متمسك بالثوابت اللي توصله للمكانة دي وانه باذن الله يتقدم ويزدهر انا ازعم من الكابت الخطيب هو رايح يكرم عشان نادري الاهلي وعشان يتقاله في لغة راقية وديبلوماسية عايزين نستفيد من الخبرات لكن اعتقد ايضا سينقل كثير من الرؤى التي سيراها وهنا النقلة اللي ممكن نقدر نشوف النادي الاهلي فيها في الفترة الجاية انك الاحتكاك مع المستويات زي مستويات الكرة الاوروبية اللي هي الاقوى على مستوى العالم دلوقتي خلينا صرحاء هي الاقوى دائما لا يعني كرة لاتينية كان يتقال انما لما بتجيلي على مستوى المنتخبات شوية البرازيل والارجنتين لكن على مستوى الانديا بستمرار انا مكلمك انت بتقيم الدول برضو بمنتخباتها انما النهاردة لا ما بقاش كده ما بقاش كده اوروبا بقت موجودة اندية وناشئين وناشئات يعني موجودة الدوري الاكثر جذبا للانتباه في العالم موجود في اوروبا دوريات مش الدوري فهي تجربة طبعا ثرية رائعة تدعو الى الفخر وازعو منها ستؤدي الى ثمار الاستفادة في النهاية الحقيقة دي مسألة مهمة جدا ولو هي خدوا بالكوية دي ربطة الانديا الاوروبية فانها تختار الكريمة بتاعة افريقيا زي ما قال سيد نصر الخليفي احنا فخورين بالنادي الاهلي وسعداء بالنادي الاهلي وسعداء بالتأهل النادي الاهلي كاس العالم للانديا وسعداء بدعوة رئيس النادي الله لكابتن محمود الخطيب الاهلي دائما هو المستثنى انت بتتكلم على دي افريقيا لكن ان يستثنى الاهلي من قرة افريقيا كلها عشان يكون حاضرا لاجتماع للربطة الاوروبية الاكثر تقدما الدورة دي سيد نصر الخليفي بيقولك الدورة الحديث والثلاثين يعني انت متخيلين ربطة اندية في اوروبا عميقة وتاريخية وقديمة ورصينة بهذا الشكل افريقيا كانت بدأت سيد باترس موتسيب من سنتين بدأ مهتم بربطة الاندية الافريقية ودعا الى تشكيلها وعرض على كابتن محمود الخطيب وقتها ان يتقدم لرئاسيتها واعتذر كابتن الخطيب لزروف صحية لكن افريقيا هي بتماشى في الطريق في تطوير كرة الاندية انما انك انت النادي الاهلي يدعى زي ما قالت البرقية جنبا الى جنب مع كبار اندية اوروبا في هذا المحفل الدولي الكبير في اثناء ده قبل ما يكون تأكيد على قيمة النادي الاهلي او تجديد لقيمة ومكانة كابتن محمود الخطيب هو ايضا اعتراف صريح من هذا المحفل الاوروبي بما يحقق النادي الاهلي من انجازات في افريقيا تجعله جنبا الى جنب مع كبار اوروبا تعالى نحن نراك اه شايفنا وده مهم جدا انه الاهلي يقدم للمجتمع الاوروبي رؤية ناد افريقي كبير له كل هذه النجاحات ايه مشاكله ايه رؤاه ايه الافكار اللي يقدر يطرحها ايه المعوقات اللي هو بيعيشها ازاي قادر يتعامل وسط هذا المناخ في افريقيا اعتقد كلها امور مهمة جدا من 18 اكتوبر في اثنى الخطيب جنبا الى جنب مع رؤساء انديت اوروبا جميعا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل